بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين في البداية أتقدم بالشكر لرئاسة شؤون الحرمين وعلى رأسها معالي الرئيس الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ستيس على الجهود المباركة التي تقوم بها الرئاسة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي صاحب المعالي خير الجزاء ولجميع العاملين مع معالي في هذه الرئاسة من وكلة ومن موظفين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم موضوعنا أيها الإخوة في هذا النقاء هو هدئ النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع المخالف فالاختلاف بين الناس في طباعهم وفي آرائهم وفي معتقداتهم هي سنة قدرها الله سبحانه وتعالى على عباده وقد بين ذلك الله سبحانه في كتابه كما جاء في قوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولا شك أن معالجة هذا الخلاف من أكثر الأمور دقة ومن أصعبها تصورا واستيعابا فلك أن تتصور طبيعة العلاقة بين الناس إذا حصل بينهم الخلاف فربما إذا لم يتم التعامل مع المخالفين وفق منهج سليم وهدي نبوي مستقيم لأفضل ذلك إلى النزاع والشقاق وإلى العداوة والبغضاء وربما إلى الاقتتال والعياذ بالله لذلك فإن الحاجة شديدة إلى التعامل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هاجتنا شديدة في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام مع المخالف وأهمية هذا الموضوع وهو التعامل مع المخالف سوف نبينه في نقاط محددة سوف نتكلم أولا عن التعامل مع المخالف في هديه عليه الصلاة والسلام مع ما يتعلق بالأخلاق والطباع وبعدها نتكلم عن هديه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المخالفين في الرأي ثم هديه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المخالفين في الدين من العصاة وغيرهم التعامل هو التصرف الدائر بين الناس من أقوال وأفعال في سائل شؤون حياتهم اليومية والمخالف هنا هو اسم فاعل من خالفة يخالف ويدل على عدم الاتفاق وإذا قيل تخالف أي تضاد ويقال أيضا تخالف القوم إذا اختلفوا وذهب كل واحد إلى رأي مختلف عن الآخر وبناء على ما سبق فإن المخالف هو من لا يتفق مع آخر في سواء اعتقاد أو راي أو سلوك وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المخالفين تعددت هذه المواقف في هديه عليه الصلاة والسلام فنجد ما يتعلق بالأخلاق والطباع بما يوافق الحال وما يوافق المقام فتعامل عليه الصلاة والسلام مع المخالف من أهل الجفاء بالحلم والعفو والصفح ولا شك أن بعض من كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب يحصل منهم شيء من الغلضة والشدة وذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم الحكيم فربما البعض من الأعراب قد اكتسبوا الغلضة والشدة من البيئة التي يعيشون فيها فنجد أن فيهم شيئا من الحدة في عباراتهم وهذه أثرت في تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء في حديث قتادة رضي الله عنه عندما بينا أنهم أي العراب أبعد عن معرفة السنن وقيل لأنهم أقسى قلبا وأجفى قولا وأغلضوا طبعا وأيضا بسبب بعدهم في البادية قد ابتعدوا عن سماع كتاب الله وأيضا هد النبي عليه الصلاة والسلام وهنا نذكر شيئا من هده عليه الصلاة والسلام مع أولئك فيما يتعلق بعفوه وتسامحه عليه الصلاة والسلام من أمثلة ذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عندما قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول فجاءه رجل أعرابي وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد لبس برد نجراني وهذا البرد كما وصفه أنس بأنه كان غديض الحاشية فجاء هذا الأعرابي فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام فجبذه جبدة شديدة حتى يقول أنس رأيت صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرت بها هذه الحاشية أو هذا الرداء من شدة جبدته فقال هذا الأعرابي يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن التفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء ومن أمثلة هد النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره جابر رضي الله عنه عندما قال أنه غزى مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل نجد يقول فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه أي رجع معه يقول فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء فنزل عليه الصلاة والسلام وبعد أن نزل في هذا المكان تفرق الصحابة في هذا المكان يستضلون تحت الشجر ونزل عليه الصلاة والسلام تحت سمرة فقام عليه الصلاة والسلام فعلق بها سيفه يقول جابر رضي الله عنه فنمنا نومه ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا فإذا عنده أعرابي وكان هذا العرابي جالس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده يقول عليه الصلاة والسلام فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني قلت الله ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه فها هو ذا جالس قال أي جابر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه لم يعاقب هذا الرجل وقد عفى عنه عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن عفى عنه أيضا من الأمثلة في عفوه وتسامحه عليه الصلاة والسلام وتعامله أيضا مع من خالفه ما جاء في حديث عبد الله بالمسعود رضي الله عنه يقول كأني أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وقد ذكر أن نومي رحمه الله يعلق على هذا الحديث يقول فيه ما كانوا عليه أو ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم أي الأنبياء ما كانوا عليه من الحلم والتصبر والعفو والشفق على قومهم وأيضا الشفق على من يدعونهم وكان هذا هديهم عليهم الصلاة والسلام وكان هذا هو هديهم فيما يتعلق بالصبر على المخالف والعفو والتسامح في جميع ما يتعلق بالمخالف معهم أيضا من اعتدى عليهم وقد عدروهم عليهم الصلاة والسلام عدروا أقوامهم لأنهم كانوا يجهلون أمر هذه الرسالة وكانوا يعذرونهم بأنهم لا علم عندهم ولا يعلمون ما يترتب على ما يقومون به من هذه الأفعال ثم قال رحمه الله وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين وقد جرى لنبينا عليه الصلاة والسلام مثل هذا في يوم أحد ولذلك نرى مما تقدم من هذه الأحاديث أن نهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المخالف في الأخلاق والطباع وأيضا أولئك أصحاب الغلضة والشدة وسوء الأدب كان تعامل عليه الصلاة والسلام معهم بالحلم والصبر والعفو والشفقة وكذلك كان يعدرهم عليه الصلاة والسلام ويسامحهم مع ما حصل منهم من الإساءة فيقابلوا الإساءة بالإحسان أملا لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وآرض عن الجاهلين وإيضا جاء في قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور أيضا من تعامله عليه الصلاة والسلام مع المخالف بما يتعلق بالأخلاق من أهل الجهل كان يعاملهم باللطف والنصيحة ويدل على ذلك ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه عندما قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه يزجرونه وقال عليه الصلاة والسلام لهم دعوه فتركوه حتى بات ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذا العرابي فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا لمثل هذا من القدر وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأمر عليه الصلاة والسلام رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فصبه على هذا البول أما تعامله عليه الصلاة والسلام مع المخالفين له في الرأي فقد كان هده عليه الصلاة والسلام هو التواضع الجم والنزول عند الرأي ومن هذه المواقف التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في غزوة بدر عندما أخذ عليه الصلاة والسلام برأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه وذلك عندما بادر قريشا إلى الماء حتى نزل بدرا فسبق قريشا إليه فلما جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه فقال له الحباب بن المنذر يا رسول الله منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال له ولكن انهض حتى تجعل القلب كلها من وراء ظهرك ثم غور كل قليب بها إلى قليب واحدة ثم احفر عليه حوضا فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون حتى يحكم الله بيننا وبينهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد أشرت بالرأي ففعل ما أشار إليه ثم أمر بإنفاذه فلم يجئ الليل حتى تحولوا كما رأى الحباب وامتلكوا مواقع الماء أيضا من مواقفه عليه الصلاة والسلام عندما رجع عن رأيه إلى رأي عمر رضي الله عنه بعد نزول الوحي وقد وافقه الوحي رضي الله عنه وذلك كما جاء أنه قال عمر وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجب فنزلت آية الحجاب وكذلك عندما اجتمع عليه الصلاة والسلام اجتمع نساؤه في ما يتعلق بالغيرة فقال لهن رضي الله عنه عمر قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن قال فنزلت هذه الآية كذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأي أم سلمة رضي الله عنها وذلك فيما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية عندما خرج في بضع أشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة ونزل أقصى الحديبية ثم جاء سهيل بن عمر يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا لما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قام من الصحابة منهم أحد فكرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات على أصحابه ولكن لم يستجيبوا لي ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام فدخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس فقالت له أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر وأيضا قالت له بعد ذلك أدعو الحلاق فأمره بأن يحلق رأسك فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذ برأي أم سلمة فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعلى ذلك نحر هديه ودعا حالقه فحلقه فلما رأى ذلك الصحابة رضي الله عنهم قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلقوا لبعض أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأيضا حادثة تعبير النخل وقد أخذ برأي أصحاب الخبرة في هذا الباب وذلك فيما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت قالوا النخل يؤبرونها فقال عليه الصلاة والسلام لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا حين ذاك فصار التمر شيصا فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي وأيضا من هديه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المخالفين فيما يتعلق مع العصات كان من هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك بأن يتعامل معهم بما أمره الله سبحانه وتعالى بالحسنة فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالحكمة وبالموعظة الحسنة والتذكير والدعاء لهم وما أوضح في هذا الباب من هديه عليه الصلاة والسلام ما ذكره أو ما جاء عن أبي أمامة أن فتى شابا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إذلني بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا مه مه لهذا الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدنوا مني فدنى منه فقال عليه الصلاة والسلام أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله في ذاك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم فقال أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله في ذاك يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه فلم يكن بعد ذلك هذا الفتى يلتفت إلى شيء بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له ومن هده عليه الصلاة والسلام في تعامل مع المخالف أو ما يحصل من أصحابه رضي الله عنهم من أخطاء ما جاء عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه يقول صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله يقول فرماني القوم بأبصارهم فقال هذا الرجل واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم يقول فرم ما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الرجل فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقول فقال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتونا الكهان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فلا تأتيهم أيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام في من يعترف بالذنب ما جاء في حديث ماعز رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له طهرني يا رسول الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله طهرني فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثالثة فقال له طهرني فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه أن هذا الرجل قال أبيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهى فلم يجد منه ريحة خمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز أزنيت فقال نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقيم عليه الحد مباشرة بل إنه لم يسأله بمن زنى بها فتعامل أولا مع هذا الرجل مع أنه اعترف بالزناء بأن رده أكثر من مرة وأخذ يتحقق حتى لا يقيم عليه الحد حتى يتأكد من أن هذا الرجل قد فعل هذا الفعل وهو قاصد لهذا الأمر مع أنه عليه الصلاة والسلام كان لو أراد أن يتعامل مع هذا الرجل لا أقام عليه الحد مباشرة بمجرد اعترافه ولكنه رده أكثر من مرة ثم بعد ذلك سأله أتعرف معنى الزناء وأيضا سأله عن ما يتعلق بتفاصيل أكثر من ذلك حتى أقام عليه الصلاة والسلام الحد على ماعز وأيضا كان من هدي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع المخالف ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عندما دخل رهض من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السام عليكم فغضبت عائشة رضي الله عنها فقالت عليكم السام واللعنة قالت فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلى فقد قلت وعليكم فرد النبي عليه الصلاة والسلام إساءتهم ودع عليهم بالموت من باب رد الاعتداء بالمثل من غير خروج عن حد الاعتداء فملك نفسه عليه الصلاة والسلام وصان لسانه عن السبي والشتم لهؤلاء المعتدين هذه بعض المواقف من هده عليه الصلاة والسلام في تعامله مع المخالف وقد تنوعت هذه المواقف منه عليه الصلاة والسلام وعلينا جميعا أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام في تعامله مع المخالف بالتسامح والعطف والإحسان وأيضا نقتدي بهدي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواقف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد